زيكم حبايبي هنعمل النهاردة وجبة مع بعض للضايت وهي الجبنة الكريمي ناس كتيرة بيبقوا في فترة الضايت نفسهم ياكلوا الجبنة الكريمي بس الجبنة الكريمي للأسف اللي هي بنجيبها من برة بتبقى كلها دغون وما بتبقاش صحية النهاردة هنعملها بطريقة صحية ومش هنبقى محرومين من الجبنة الكريمي وكل الناس طبعا بتحبها لما بنكلها بالطماطم والخيار هتبقى لذيذة يلا نشوف المقدير بتاعتها ومتكونة من ايه اول حاجة عندنا متكونة من حوالي 100 جرام من الجنة الاريش طبعا الجنة الاريش غنية بالكالسيوم ومفيدة جدا للعزام والاسنين والجسم كله كمان متكونة من كباية من الزبادي حوالي 175 جرام كباية زبادي كبيرة يعني وبحط عليها رشة من الملح عندي بقى بالهند بلندر بضربها كويس قوي لغاية ملعمها خالص وتكون كريمي خالص كده لو ما عنديش الهند بلندر ممكن استخدم عندي خلاط او ممكن استخدم الكبا هتبقى برضو حلوة وهتطلع كريمي كده بالزبط عندي هنا الجبنة شايفينها كريمي خالص والطعم بقى خطير بجد هتعجبكم جدا اول مفاشد دهون الكتيرة اللي احنا بنلاقيها في الجبن الجهزة كمان مفيدة بالكالسيوم ومليانة فيتامينات الموجودة فيها ممكن كمان نحط لها رشة من حبة البركة وممكن نحط كمان زيت زيتون عشان نزود القيمة الغذائية بتاعتها ونكلها بقى بالخضار عندي خيار عندي فلفل عندي طماطم اي حاجة فيها خضار ندخلها مع الجبنة عشان نستفيد بكل الفيتامينات بقى جيبها بستخدمها في السندوتشات بتبقى جميلة جدا لو عندي مثلا برضو الطوست الدايت ممكن برضو نستخدمها فيها طوست اللي هو بيبقى محمص او الطاري نعمل منها سندوتشات ونستخدمها في حاجات كتير جدا اه انا عملت منها اللي بيتنفع في الفطار يعني عملت منها في الفطار وكمان في العشا ومشبعة جدا حتى لو اخدت الكمية دي برضو ما تعتبرش كتير يعني ممكن ناخد منها نص الكمية او معلقتين او تلاتة منها حلوة جدا يعني نقسمهم على الفطار عشا لو عجبكم بقى الفيديو نتنسوش لايك وشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة